الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار طابة وقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة لأهم الأنباء نبدأها بأبرز العنام منعا للتزوير وضمانا للنزاة مفوضية الانتخابات تعلن إيقاف البطاقة الإلكترونية وتدعو الناخبين لتحديث البايومتر قانون الانتخابات ينقلب على مطالب الشعب دعوات لاعتماد البايومترية وتحذيرات من سيناريو التزوير وإعادة التدوير بعجز قياسي ونفقات انفجارية موازنة العام المقبل تصل إلى قبة البرلمان والاستقطاعات تبدأ من عتبة الخمسمائة ألف دينار طهران تفتش عن ديونها في بغداد وتبحث مع البنك المركزي أليت السداد والإعفاء الأمريكي يضيق الخناق على الكارب رصاص النزاعة العشائرية يخرق سكون الهدنة في أبوسيدا والتدخلات الحزبية تفاقم التوترات الأممية مرحبا بكم مجددا في قرار لقى ترحيبا شعبيا ورسميا واسعا أعلنت مفوضية الانتخابات إيقاف إصدار البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد الصادرة ما بين 2013 و2018 وأكدت الناتقة باسم المفوضية الانتخابات جمان الغلاي أن قرار إيقاف البطاقة الإلكترونية جاء لضمان نزاهة الانتخابات والحد من عمليات التزوير داعيتنا الناخبين إلى مراجعة مراكز التسجيل لتحديث السجلات الانتخابية وتسلم البطاقات البيومترية بضمان نزاهة العملية الانتخابية وللحد من عمليات التزوير أصدر مجلس المفوضين قرار بالتوقف عن توزيع بطاقات الناخبين قصيرة الأمد المطبوعة للفترة من 2013 إلى 2018 وتم إتلافها وحدف البيانات النصية المتعلقة بها لعدم مراجعة أصحابها لتسلمها وسيتم إعادة تسجيلهم بايومتريا عند المراجعة عليه فإن مفوضية الانتخابات تدعو الناخبين كافة مراجعة مراكز التسجيل القريبة من محل سكنهم لإجراء أي من حالات التحديث أو التسجيل البايومتري هذا وعلنت الغلاي فتح مرحلة تحديث سجل الناخبين على البطاقة البيومترية لمدة 30 يوما تبدأ من الثاني من كانون الثاني المقبل حتى الثاني من شباط لافتة إلى أن مرحلة تحديث سجل الناخبين ستشمل النازحين وكذلك الأجهزة الأمنية ستفتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرحلة تحديث سجل الناخبين في مراكز التسجيل الإلكتروني البايومتري في عموم أرجاء العراق لمدة 30 يوم تبدأ من 2.1.2021 ولغاية 2.2.2021 لغرض جمع وتحديث بيانات الناخبين النصية والحيوية لإجراء أي من حالات التحديث إضافة تغيير حذف تصحيح تسجيل نازحين قوات أمنية فضلا عن استمرار عملية التسجيل البيومتري للناخبين غير المسجلين شعبيا ندد مواطنون في محافظة نينة وباحتيال الأحزاب المتنفذة على الناخبين بإقصاء البطاقة البيومترية من قانون الانتخابات فيما حذروا من المضي قدما بصيغة القانون الحالي التي تنص على اعتماد البطاقة الإلكترونية سيئة الصيت وما سينتج عنها من عملية سياسية قائمة على التزوير تعاد فيها الوجوه ذاتها اعتماد البطاقة البيومترية فسيكون هناك تلاعب كبير وكبير جدا ومصادرة الأصوات ومحاولة تدوير الوجوه ومحاولة عودة الفاسدين عدم ضم القانون إدراج أن تكون الانتخابات بالبطاقة البيومترية هذا خلل في بنية القانون والكثير من الناس لا يعي خطورة هذا الموضوع ننبه وننوه إلى خطورة هذا الأمر ويجب أن تكون هذه الانتخابات انتخابات على درجة عالية من النزاهة ودرجة عالية من الشفافة الكتر السياسية تحاول بقاء استحواذهم عليه فتقوم باستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للبقاء في هذا المجلس من خلال طبعا أحدها هي عدم استخدام البطاقة البايرومترية وإنما استخدام الوسائل الأخرى التي جربوها واستطاعوا أن يصلوا إلى مجلس النواب من خلالها إذن انقلب التفاؤل بقانون الانتخابات الجديد إلى تشاؤم بعد أن كشف الناخبون في الأنبار عن تلاعب الكتل السياسية المتنفذة بمطالب العراقيين والاحتيال عليهم بإقصاء البطاقة البايرومترية واعتماد الألكترونية يوم بعد آخر تصدح أصوات الأنباريين بمطالبات يؤكدون أنها استحقاق شعبي فاعتماد البطاقة البايرومترية حصرا في الانتخابات المقبلة الوسيلة الوحيدة التي تحول دون سرقة أصواتهم التوجه إلى مراكز الاقتراع وتحديث البطاقة البايرومترية لأن هذا بدوره سوف يساعد على زيادة عدد المشاركين في العملية الانتخابية وبالتالي سيحقق طموحات الشعب مع قانون الانتخابات الجديد والدوائر الانتخابية الجديدة أفاق المواطنون بعد فترة من تمرير قانون الانتخابات في ليلة شديدة العتمة ليجدوا أمامهم أكبر عملية احتيال على مطالبهم ومطالب المتظاهرين فالقانون تجاهل أي إشارة إلى البطاقة البايرومترية وسمح باستخدام الإلكترونية على الرغم من التحذيرات الرسمية وغير الرسمية من سهولة التلاعب والتزوير بها علاوة على تأكيد الحكومة فقدان نحو أربعة ملايين بطاقة ناخب إلكترونية نحن كشريحة مثقفين وكموظفين نطالب من الجميع بأن يقتنوا بطاقة الناخب صراحة اليوم موضوع الانتخابات الشغل الشاغل لجميع المواطنين نحن كعراقيين لابد أن يكون لنا بصمة لابد أن يكون لنا حضور لابد أن يكون لنا مساهمة في تغيير هذه الوجوه التي آلت بالبلد إلى ما آلت إليه اليوم يحمل المواطنون في الأنبار مجلس النواب والكتلة السياسية فيه مسؤولية عدم نزاهة الانتخابات ونتائجها التي ستؤسس لعملية سياسية مزورة تحفظ سطوة الأحزاب المتنفذة على الحكم لقناة الفلوجة سلام خالد منعا للتزوير وضمانا للنزاهة مفوضية الانتخابات تعلن إيقاف البطاقة الألكترونية وتدعو الناخبين لتحديث البيومترية الآن ينظم إلينا عضو مجلس النواب محمد الخالدي مرحم بك أستاذ محمد أستاذ محمد أبدأ معك بسؤال مباشر وصريح لماذا مررت البطاقة الألكترونية في قانون الانتخابات ولمصلحة من مررت؟ فضلا عن ذلك من دعم هذا التمرير وسهله في مجلس النواب ليبدو أمرا عاديا تحياتي لحضرتك وليقناة الفلوجة القانون مرر رغم معارضة النواب بدعم من كتل سياسية معروفة وهذا القانون طبعا تم الاعتراض عليه واستمرنا يعني نحن اعتراضنا استمر وأيضا قمنا بالاتصال بالأمم المتحدة وبجهات معنية لغرض إلغاء البطاقة العمية تسمى العمية اللي هي بإمكان المواطن أن يصوت أكثر من مرة يعني بإمكان عشر مرات عشرين مرة يصوت في كل مركز انتخابي لأنها هي ما بيانات للشخص معين أما البيومتري فهو معروف بأنه الشخص إذا ما حضر ما يعني مستحيل أحد يقدر يصوت بداله لأنه بيانات كاملة عن الشخص المعني طبعا هذا الأمر الآن أصبح يعني رأي عام الرأي العام تعرف بدأ يضغط والمفوضية يعني قبل فترة سماعة أنها تريد تعتمد خمسين بالمئة بيومتري وخمسة واربعين بالمئة البطاقة العامية العادية لكن المفوضية هي نفسها أستاذ محمد ولكن ضغط اللي صلت على المفوضية المفوضية نفسها هي التي تقول هي التي تقول هناك حالات فساد في البطاقة الألكترونية وسوف نجري تعديلا لاستخدام البطاقة البايومترية حصن رغم ذلك مجلس النواب وكتل سياسية كبيرة ومعروفة مررت القانون بدون الإشارة إلى البايومترية نعم نعم مفروض المفوضية الآن تبعث اعتراض إلى الجهاز التنفيذي اللي هو رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يبعثون قانون تعديل وإلا المسألة غير معروفة لدى المواطن أنها تعتمد كلاما تعتمد على البايومتري ولكن هناك فجوة بها ممكن اعتماد البطاقة العادية بحجة أن المفوضية لا تستطيع وتعني بذلك أن المواطنين والكثير من المتظاهرين خدعوا هذا معنى أننا في خديعة نعم 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 إحنا قلنا هذا الكلام وصدرنا بيانات ولو حضرتك إذا تابع بيانات الجبهة العراقية صدرنا بيانات منذ اليوم الأول حتى أنا كحزب بيارق الخير قلت بأن لا انتخابات نزيهة دون الاعتماد حصرا على البايومتري لأن الأدوات التي استخدمت في 2018 باعتراف الجميع حتى الحكومة في وقتها أنه صار تزوير كبير جدا ولذلك اعتماد نفس الأدوات سيؤدي إلى تزوير أكبر في هذه المرحلة لأن الوضع في 2018 كان مستقر أكثر وبالتالي فإن إجراء الانتخابات بوجود بطاقة الكترونية بجانب البطاقة البايومترية هذا سيؤدي إلى تزوير كبير حتى لو كانت بنسبة قليلة يعني إذا كان نسبة البطاقة العادية أو الكترونية 5% سيشهد الانتخابات تزوير كبير لذلك طيب وماذا تحتاجون لتغفية عملية التزوير المعلومات تقول أنكم إذا ما تمكنتم من جمع توقيع نيابية 70 عضو ليس أكثر من ذلك سوف تستطيعون تعديل القانون بالتالي من الذي يقف بوجه تعديل القانون من الذي يمنعكم من تنفيذ ذلك أنت تقول لدينا بيانات كثيرة من الذي يقف بوجهكم ووجه بعض النواب أيضا كتل سياسية كبيرة حضرتك تعرف كتل أنا ما أدر يعني هي مسألة معروفة من هم اللي مروا ولكن إحنا قدمنا أكثر من مئة نائب وقعنا أكثر من مئة نائب وقعنا في وقتها قبل أن تصوت بالشكل النهائي ولكن مرر رغما على النواب الآن على الحكومة إرسال مشروع تعدين مشروع قانون أو رئاسة الجمهورية إحنا أيضا نتصلنا بالسيد الرئيس الجمهورية في وقتها وقلنا لا بأنه يجب على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بعث صغة تعديل لهذه الفقرة فنحن ننتظر ولكن وكيف كان رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء كيف كان الرد يعني كان حجتهم أنه رئاسة الجمهورية حجتها بأن إذا فتحت باب التعديل هناك أكثر من عشر فقرات يجب أن تعدل لذلك انتظرنا من عدوم ولكن دون جدوى والآن ننتظر يعني أنا أقول لك إذا ما كان التعديل يعني وصل إلى البرلمان البيومتري فقط البطاقة الأكترونية سوف ممكن زجها في أي وعن لأن القانون يسمح بذلك إذن حسب هذا الكلام جدت توقع نسبة التزوير وعدل لزاهة الانتقابات على وقع هذا الكلام وهذه تصريحات مباشرة من جنابك أستاذ محمد حسب هذا الكلام جدت توقع نسبة التزوير الذي سوف يحصل إذا لن يعدل القانون ولم تستخدم البيومترية بالشكل الأمثل كم ستكون نسبة التزوير؟ يعني نسبة التزوير عالية تكون لأن عدد المشاركين راح تقل لأن الناس الآن تقول إذا نفس الأدوات نحن لا نشارك يعني يقول إذا شاركوا 20% 20% ممكن تزويرها بالبطاقة العادية حتى لو كانت 5% لأنها ممكن تصويت أكثر من مرة للناخب ولأنه ما ببيانات فالبيومتري هو اللي يحصل التزوير يعني يمنع التزوير نقدر نقول بلسبة عالية يعني يكون ممكن أنه تزوير أصوات قليلة ولكن لا يمكن تزوير شامل وعام مثل ما صار في 2018 لذلك نحن نقول بأن لا انتخابات صحيحة ونزيهة بمشاركة البطاقة الكترونية مع البطاقة البايومترية فلذلك يعني أقصر الطرق للتعديل هي من الجهاز التنفيذي يعني إذا أجلنا تعديل قانون من الجهاز التنفيذي يعني قراءة أولا قراءة ثانية يصوت أما بالنسبة للنواب يعني تعرف النواب يعني كل مجموعة لديها رأي في موضوع معين في القانون أما بالنسبة للحكومة إذا أبعتت برسالة إلى مجلس النواب فيها تعديل فقرة ستناقش هذه الفقرة فقط اتضحت الصورة عضو مجلس النواب محمد الخالد كنت معنا في هذه النشرة شكرا لك الأخبار مستمرة نبقى في سياق الانتخابات أيضا حيث أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها بعيدا عن سطوة السلاح والضغوطات التي تضمن نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب فيها حث صالح أثناء استقباله المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت على توفيره كافة المستلزمات الفنية والإدارية التي تضمن نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب فيها هذا وأكد الجانبان على أهمية تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وحماية أفرادها من الاعتداءات مشددا على منع تكرار الجرائم الإرهابية التي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم إلى الخطر بدوره أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أن الحكومة أوعزت بتوفير التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات مشددا على أن وزارة المالية ملزمة بتوفير هذه التخصيصات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في المقابل أشار خبراء إلى أن أحزابا سياسية تتذرع بالأزمة المالية للمطالبة بتأجيل الانتخابات لافتين إلى أن معظم الكتل السياسية تدفع باتجاه نهاية الدورة التشريعية وليس لديها رغبة كبيرة بإجراء الانتخابات في حزيران المقبل هناك قانون تم إقراره قبل خمسة أيام توفير المال اللازم للانتخابات الحكومة ملزمة بتوفير التخصيصات المالية للانتخابات ونعتقد أن الأمور ما شهر الانتجاه لكن الحكومة تدعو أيضا إلى تخفيز النفقات لأنه ممكن تخفيز هذه النفقات بشكل يراعي الأزمة المالية الحالية في مدينة جميع الكتل السياسية تدفع باتجاه نهاية الدورة التشريعية وليس لديها رغبة كبيرة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بدءا حتى من السيد الكاظمي مصطفى الكاظمي أيضا يريد أن يكمل الدورة التشريعية بكاملها هو وكابنته المزالية إلى ذلك أكد صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم تير الصدري مقتدى الصدر أن عقد التحالفات السياسية قبيل الانتخابات لا يتناسب مع صيغة القانون الحالية التي تنص على الترشيح الفردي بعيدا عن نظام القوام لا ذال الحديث مبكرا حول تحالفات الانتخابات وما يحتمه قانون الانتخابات الحالي اللي هو الدوائر المتوسطة المتعددة في كل محافظة أن تدخل القوائم متفرقة من أجل الحفاظ على تواجدها بشكلها الصحيح التحالفات قبل الانتخابات لا يتناسب مع هذا القانون إذن شرعية العملية السياسية في العراق باتت مهددة إذ تواجه الانتخابات المقبلة عيوبا عديدة تمس نزاهتها وشفافيتها أبرزها إقصاء البطاقة البيومترية من قانون الانتخابات وعدم اعتمادها أساسا في عملية التصويت مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات المبكرة أعادت كتلون سياسية الجدل مجددا بشأن قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤكدة أنها تستعد لإجراء تعديلات عليها لا سيما أن القانون لم يوضح كيفية إدلاء آلاف النازحين بأصواتهم في تلك الانتخابات خصوصا أن الكثير منهم لا يمتلكون بطاقات شخصية مع عدم حصولهم على بطاقات الناخبين وسط انقسام سياسي جديد قد يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نحن أمام نظام جديد لم نعمل به سابقا هل فترة الستة أشهر المتبقية كافية لتوفير كل المستلزمات الفنية للتطبيق الانتخابات المبكرة في حزيران هذا غير ممكن تماما وتعطيل المحكمة الاتحادية طبعا مرتبط بموضوع تأخير الانتخابات المبكرة وراح نبقى مع الشديد الأسف بهذا التسويف وهذا المماطلة وهذا الشلل لبنية المؤسسات الدستورية المقصود منه لحسابات سياسية عدم ثقة الناخبين بأعضاء المفوضية الجدد جعلهم يطالبون بإلغاء انتخابات الخارج لكونها وبحسب مراقبين تمثل أحد أوجه تزوير الانتخابات وهدر الأموال من قبل مكاتب المفوضية الخارجية إضافة إلى أن القانون لم يراعي الأزمة الاقتصادية وقد أغفل القانون دمج التصويت الخاص والعام الذي يعد مطلبا ضروريا لإبعاد المؤسسة الأمنية عن الضغوط السياسية هناك غري شبه موشترك بين الحكومة والبرلمان بإلغاء تصويت الخارج أما فيما يقص تصويت الخاص فأعتقد نحن ذاهبون بأن يكون هناك تصويت خاص لكن لحد هذه اللحظة لم تصدر التعليمات الخاصة بالتصويت الخاص لكي تعرف عملية التصويت وكذلك لكي يكون هناك عدالة في التصويت الخاص ويجابه هذا القانون أيضا باعتراضات تتعلق بالجانب التقني إذ يرى مختصون أن عدم الاعتماد على البطاقة البايومترية واعتماد بطاقة الناخب بدلا منها سيفسح المجال للتزوير في الانتخابات فضلا عن التعقيدات الفنية المتعلقة بتحديد الدوائر الجديدة فضلا عن أن القانون فصل على أساس الدوائر الانتخابية ومناطق نفوذ كل حزب بطريقة لا يمكن معها إجراء انتخابات مبكرة نظرا للوقت الطويل الذي تحتاجه المفوضية للتأقلم مع هذه التجربة الجديدة فراس الدليم قناة الفلوجة بغدهد قانون الانتخابات ينقلب على مطالب الشعب دعوات لاعتماد البايومترية وتحذيرات من سيناريو التزوير وإعادة التدوير الآن معنا عضو مفوضية الانتخابات السابق الأستاذ سعد العبدالي مرحبا بك أستاذ سعد أستاذ سعد توصف خطوة المفوضية اليوم بأنها مهمة لإيقاف البطاقات الإلكترونية لكن هذه الخطوة توصف أيضا بأنها غير مكتملة طالما أن قانون الانتخابات يشرع بأن يتم الانتخابات عبر استخدام البطاقة الإلكترونية إذن هذه خطوة منقوصة بداية من يتحمل المسؤولية وعلى أي سيناريو نحن مقبلون تحية لجنابك والسادة المشاهدين طبعا المفوضية هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ ما يقره السادة عظام مجلس النواب من خلال قانون الانتخابات قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 قانون الانتخابات ألزم الناخبين باستخدام البطاقة الانتخابية الإلكترونية البايومترية لحالات محددة هي انتخابات الخارج والتصويت الخاص والنازحين أما التصويت العام اللي هو أغلبية الناخبين فقد سمح قانون الانتخابات بأن يصوت الناخب سواء بالبطاقة البايومترية أو بالبطاقة العادية أي بالبطاقة التي فيها صورة أو التي ليس فيها صورة حقيقة المفوضية كما قلت هي ملزمة بتنفيذ هذا القانون وإذا كان يراد أن يتم التصويت بالبطاقة البايومترية حصرا لجميع الناخبين هنا يجب أن يكون أمام تعديل للقانون وأعتقد أن هناك الآن العديد من المشاريع ومقترحات تعديل القانون مطروحة أمام مجلس النواب وننتظر ما يقرره مجلس النواب بهذا الشأن طيب أستاذ سعد ألا تظن أن بيان المفوضية الأخير يؤشر عننا وبصورة صريحة إلى أن هناك حالة عدم نزاهة وموضوعية في قانون الانتخابات لأنها قالت أنها ستعالج ينبغي معالجة هذا الخلل طالما أن البطاقات الألكترونية يكون عبرها عدم نزاهة وتزوير أليس هذا تأشيرا واضحا واعترافا من المفوضية لا هو حقيقة قانون الانتخابات فيه الكثير من الهنات وفيه الكثير من الإشكالات أنا شخصيا أقدم مذكرة رسمية بأن القانون يحتاج إلى حسب رؤيتي يحتاج إلى 29 تعديل سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية القانون من المادة واحد إلى المادة 14 يتكلم عن نظام القوائم في المادة 15 تحول الترشيح والفوز فردي وبقت المواد متناقضة مع بعضها والدليل واضح أنه مجرد ما صدر القانون أعتقد بعد ثلاثة أربعة أيام هناك تواقع 75 نائب مذكرة أو طلب بتواقع 75 نائب يطلبون فيه تعديل القانون ومن أهم التعديلات التي طرحت في هذا الموضوع هي مسألة أن يكون التصويت إلزاما بالبطاقة البايومترية إلا أنه أعتقد من الجانب الفني من الناحية الفنية أن هناك تحديات أخي العزيز أمام الزام البطاقة البايومترية إذا ما علمنا أنه عدد الناخبين بحدود 25 مليون ومئة ألف فأن هناك 14 مليون ونصف فقط محدثين بايومتريا وأكثر من 10 ملايين ونصف لم يسجلوا بايومتريا نسبة المسجلين البايومتريين 58 بالمئة وأقل من هذه النسبة من استلموا البطاقة باختصار هناك نصف عدد الناخبين العراقيين يأما غير مسجلين بايومتريا يأما غير مستلمين للبطاقة هذا ما كنت أود أن أسألك إياه أستاذ أستاذ سعي بصفتك عضو سابق في مفوضية الانتخابات ومن الناحية فنيا أيضا أسألك كيف يتم ما هو الإجراء الذي تتخذه بعض الكتب أو القوى أو الجهات في عملية تزوير الانتخابات عبر الألكترونية الناس تنتظر ولا تعرف كيف وكيف أيضا البيومترية تمنع على التزوير لا حقيقة هي كلما استخدمنا بطاقة تعتمد على المؤشرات البيومترية البصمة الصورة كلما اقتربنا من الحد المطلق من النزاهة والحيادية الانتخابية استخدام البطاقة البيومترية هو ضمانة أكيدا لنزاهة العملية الانتخابية إلا أني اسمح لي أن قد أخالف بعض ضيوفك عدم استخدام البطاقة البيومترية لا يعني قطعا أن الانتخابات قد زورت نحن العديد من الانتخابات أجريناها بدون أي بطاقة يعني تصويت عادي وعد وفرز يدوي لكن نعم استخدام البطاقة البيومترية وكونها ملزمة هو ضمانة أكيدا لازدياد نسبة نزاهة العملية الانتخابية إلا أنه أخي العزيز هذا الموضوع لا يتوقف أو لا يقع الإبع على ذلك فقط على المفوضية أولا على الناخبين لدينا 42% من الناخبين لم يتوجهوا إلى مراكز التسجيل التي عدتها 1079 مركز تسجيل ومنتشر في كل ناحية وقضاء وعشرات المراكز في كل مركز محافظة نطلب من عدهم أن يتوجهون إلى هذه المراكز لغرض التسجيل ومن ثم استلام بطاقاتهم أن يحوز جميع الناخبين على بطاقة بايومترية حقيقة هي أن أعتبرها مطلب انتخابي ووطني مهم ويجب أن يعمل الجميع على ذلك سواء من الناخبين من المفوضية من الحكومة بدعم هذه العملية وابتداءا من السلطة التشريعية مجلس النواب بتعديل القارب تبقى تلك المهمة مهمة الحكومة على رأس الهرام يعني عضو مفوضية الانتخابات السابقة الأستاذ سعدل عبدالي كنت معنا في هذه النشرة شكرا لك في سياق الموازنة العامة حيث وصل مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب لغرض مناقشته وعرضه للتصويت وبلغ إجمالي الإرادات في مشروع قانون الموازنة أكثر من 93 تريليون دينار فيما تجاوز إجمالي النفقات 164 تريليون دينار في حين بلغ العجل المالي في الموازنة 71 تريليون دينار وكدت رئاسة البرلمان تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحد وشيرة إلى أن التمديد جاء لإكمال مشروع قانون الموازنة العامة هذا وأظهر مشروع قانون الموازنة نسب الاستقطاعات المالية من رواتب الموظفين فيما أعفى مشروع القانون من تقل رواتبهم عن 500 ألف دينار من الاستقطاعات ويبين القانون خضوع إجمالي الدخل الشهري للرئاسات الثلاث وسلطة القضائية ونوابهم لضريبة دخل بنسبة مقطوعة قدرها 40% فيما يخضع إجمالي الدخل الشهري للوزراء والنواب ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم لضريبة دخل بنسبة 30% وكذلك يخضع من يزيد راتبه عن 500 ألف لضريبة دخل بنسبة 10% و20% لكل من يتسلم راتبا يتراوح بين المليون والمليون ونصف مليون دينار بما أوضح مشروع القانون شمول المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة متفاوتة من الاستقطاعات في غضون ذلك حدد مجلس النواب شهر كانون الثاني المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي حول الأزمة المالية الراهنة وحصلت قناة الفلوجة على كتاب الاستجواب المرسل من الأمانة العامة لمجلس النواب إلى مكتب وزير المالية مبينا توفر الشروط الدستورية والقانونية لطلب الاستجواب وإحالة الأسئلة والوقائع والنقاط إلى تناولها طلب الاستجواب فيما حدد البرلمان شهر كانون الثاني موعدا لاستجوابه في الوقت الذي تجاوزت فيه ديون العراق ستة مليارات دولار في مجال الغاز والطاقة المستوردة من إيران يجري وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان زيارة إلى بغداد لمتابعة عدد من القضايا الاقتصادية وعلى رأسها تسديد الديون واجبة الدفع البلغة مليارين وستمائة مليون دولار وتأتي الزيارة بعد ساعات من إعلان وزارة الكهرباء تقليص إيران إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء العراقية بسبب ترأكم الديون حيث بلغت الغرامات على العراق بسبب تأخير الدفع مليار دولار وسط اتهامات لجهات متنفذة بتعمد تعطيل استثمار حقول الغاز العراقية لاستمرار الاستيراد من إيران فيما يسعى الوزير الإيراني للحصول على الديون المترتبة على العراق أو جزء منها رغم تزديد أربعمائة مليون دولار منتصف العام الحالي وتم الاتفاق على تزديد دفعات دورية بسبب العقوبات الأمريكية على إيران وحضر التعامل معها بالعملة الصعبة علما أن المهلة الأمريكية لإنهاء التعامل مع إيران في مجال طاقة تنتهي في الخامس عشر من كانون الثاني المقبل إلى ذلك بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وذلك خلال الزيار التي يجريها في بغداد لبحث عدد من القضايا الاقتصادية وكان أردكانيان قد أجرى لقاءات مع وزيري الكهرباء والتجارة لبحث الاتفاقات السابقة حول الكهرباء والطاقة والتبادل التجاري والتعاون المشترك في قطاعات الاقتصادية الأخرى حيث تطرقت المباحثات إلى حاجة العراق من الطاقة الكهربائية والغاز المطلوب لتوليدها في العراق طهران ستستضيف اجتماع المفوضية العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق في الأسابيع المقبلة بعد توقف دام ست سنوات بغداد سترسل وفد متخصصا لحضور القمة وستجري مشاورات بناءة مع الحكومة الإيرانية والقطاع الخاص لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب العراقي وجود هذا الوفد في بغداد يهدف للتشاور مع المسؤولين العراقيين من أجل تطوير العلاقات في مختلف المجالات أثناء ذلك التقى وزير طاقة الإيراني رضا أركدانيان مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى الكتاب لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال التمويل ودفع الديون العراقية لإيران كما تم بحث بيع الكهرباء والغازي وألية السادات ونقش الجانبان خلال الاجتماع القضايا المالية الثنائية وتعزيز التفاعلات الإيرانية العراقية بما يتماشى مع الموارد المشتركة للبلدين فيما تواجه العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مشاكل تتعلق بالمنع الأمريكي من التعامل بالدولار مع طهران فيما يسعى الطرفان إلى إيجاد حل لهذه المشكلة وألية مناسبة للتعامل الاقتصادية تجنب العراق الوقوع تحت العقوبات الأمريكية إذن حط وزير الطاقة الإيراني في بغداد حاملا معه ملف ديون التصدير الكهربائي إلى العراق في وقت أنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة ثمانين مليار دولار لتوفير الطاقة الكهربائية تصاعدت المعارضة الشعبية لاستمرار نهج الاستيراد بدلا من إنتاج وطني للتيار الكهربائي إلى الواجهة من جديد تعود أزمة الكهرباء بعد قرار الحكومة الإيرانية تقليص تجهيز العراق بالغاز الطبيعي الذي سيؤثر سلبا على تجهيزات الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء ما يعني معاناة جديدة للمواطنين تحاول إيران استغلالها في هذا الوقت العصيب ليصل اليوم وزير الطاقة الإيراني رضا أركادينيان إلى بغداد بهدف بحث موضوع الطاقة والغاز والديون المترتبة على العراق اليوم العراق مديون إلى دول من ضمنها إيران أموال تجهيز الغاز الإيراني وأعتقد أن إيران كما يبدو أراد أن تستفاد من هذا الظروف للضغط الحكومة العراقية وخصوصا عدم استقرار سياسي وضربات كثيرة إشد العراق وعلى الرغم من أن العراق صرف نحو ثمانين مليار دولار على الكهرباء منذ عام 2003 إلى اللحظة بحسب الأرقام الرسمية إلا أن مشكلة الكهرباء ما تزال مستمرة فيه وهو غير قادر على إنتاج طاقة كهربائية كافية لاستهلاك مواطنيه والسبب فساد حرص على استيراد الكهرباء ملف الكهرباء من ملفات المعقدة التي واجهت الحكومة العراقية بعد السقوط في عام 2003 ورغم توالي وزراء ربما مختصين في هذا الجانب وطرح وعود بأننا سنصدر كهرباء لكن للأسف لم نصدر كهرباء ولازم نحتاج إلى الكهرباء من دول الجوار وحينما اتجه أصحاب القرار إلى تقليل الاعتماد على إيران في استيراد الكهرباء ظلوا يراوحون في دائرة الاستيراد وبسبب ذلك تساعدت مطالبات شعبية بإنهاء الفساد المستشري في هذا القطاع وإنشاء منظومة طاقة وطنية تغني العراق عن جيرانه من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية إذن ينظم إلينا الخبير الاقتصادي صفوان قصي مرحبا بك أستاذ صفوان أستاذ صفوان برأيك كيف هي قراءتك لزيارة وزير الطاقة الإيراني لبغداد لبحث ما يجري مؤخرا من تعاون هذا واحد وفي أي إطار تضع ما ينفقه العراق من مليارات وأرقام خرافية ولم يعتمد حتى هذه اللحظة على الطاقة بنفسه مع العلم أنه بلد ريعي ومعتمد على النفط الحقيقة إيران تتعرض العقوبات الأمريكية فلا يسمح للعراق بعملية سداد مستحقاته من استيراد الطاقة واستيراد الغاز إلى إيران بالدولار الأمريكي الخزانة الأمريكية تمنع هذا الإجراء فالعراق لجأ إلى عملية التعاقد مع إيران على أساس أن يكون تزديد بالدينار العراقي فتراكمت هذه الديون ومع انخفاض سعر الصرف إيران الآن ترفض أن يكون تزديد بالدينار العراقي إلا إذا تم تقييم الدينار العراقي وفق الأسعار كانت السائدة عندما صدرت إيران الطاقة أو الغاز إلى العراق فهناك نوع من التسوية يفترض أن تتم بين الجانبين من أجل أن يكون هناك إعادة نظر في المبالغ المستحقة لصالح إيران وزارة المالية اعتمدت أسلوب التزديد من خلال إيرادات النفط والحساب المشترك بالدينار العراقي يدعم من خلال مبيعات النفط لم تفكر بعملية إيجاد بداء الأخرى فيما لو تدنت أسعار النفط فبالتأكيد يمكن حاليا أن يتم عرض فرص استثمارية للجانب الإيراني لتزديد هذه المستحقات أو أن يعاد النظر بموضوع الدينار العراقي وقيمة الدينار العراقي من أجل أن يكون هناك ترضية في موضوع الاستيراد نعم برأيك أستاذ صفان لماذا يلجأ دائما إلى إيران لماذا يلجأ دائما إلى إيران لتعويض نقص الطاقة في القطاع العراقي هل برأيك أن تمويل الإيراني للطاقة هو أرخص ويختلف عن غيره من الدول؟ لا بالتأكيد هذا الملف تشوبه العديد من الملاحظات أولا اعتمدت السياسة النفطية بعد 2003 على زيادة الطاقة التصديرية للعراق لكي تصل إلى 7 مليون برميل بدون استثمار الغاز المصاحب بدون البحث في موضوع الاستثمار في صناعة الغاز كان يمكن أن تكون هناك حقول مثل حقل المنصورية في ديالة لتجهيز المحطات التوليد بالغاز العراقي الأنقى من الغاز الإيراني أما عملية استيراد الطاقة من منافذ أخرى كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والأردن والكويت العراق ماضي بعملية تنويع مصادر تجهيز الطاقة ولو كان هذا الإجراء متأخر من وزارة الكهرباء كان بإمكاننا أن نخلق حالة من المنافسة بين هذه الدول من أجل أن يكون لدينا طاقة متعددة من كل الدول وبالتكلفة الأقل العراق يطمح أن يكون لدينا مدن صناعية على مستوى محافظة الأنبار على مستوى محافظة البصرة السماوة بابل بغدار فبالتأكيد عملية الربط الكهربائي بإمكانها أن تساهم في إنشاء هذه المدن الصناعية وإحداث ثورة صناعية القطاع الكهرباء أيضا يشوب فساد أشرت حضرتك إلى أن مليارات الدولار تنفقت في هذا القطاع ديوان الرقابة المالية الاتحادي مطالب بفحص العقود التي أجريت وأين يسير مستقبل الطاقة في العراق نلاحظ أن دولة مثل المملكة العربية السعودية حاليا تستثمر لزيادة الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وأكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم ستكون في المملكة وهي الآن تعرض فرصة الشراكة مع الأطراف المحاذية للمملكة لأنها أغنى منطقة بالطاقة الشمسية على مستوى الكرة الأرضية فيفترض العراق بينما في العراق لا يوجد طاقة بديلة غير الاعتماد على النفط و93% طبعا من اقتصاده يقع على ذلك الموازنة استثمر وجودك معنا أستاذ صفوان ولدينا السدود نعم نعم استثمر وجودك أيضا في ملف الموازنة اليوم وصلت للبرلمان بعجز خيالي يصل إلى 71 أو أكثر تريليون ونفقات 164 تريليون البعض قال أن هذه انفجارية ولا توجد حتى هكذا موازنة لا في إيران التي تمر عليها عقوبات ولا في جميع الدول المحاذية للعراق كيف تقرأ هذه الأرقام نعم طبعا الحكومة بالغت في عملية تقدير النفقات العامة على مستوى 2021 وباعتقادي حتى لو مرر البرلمان هذه التقديرات الخرافية لن تستطيع وزارة المالية تمويل 163 تريليون أو 164 تريليون خلال 2021 من أين ستأتي بالأموال إلا إذا رغبت في أن يكون هناك سعر صرف متدني أكثر من السعر الحالي فعمليا البرلمان مطالب بضغط النفقات العامة لكي تعود إلى الميت تريليون على مستوى 2021 يعني 70 مليار أو 72 مليار دولار تكفي لتخطية نفقات 2021 وإذا استطاعت الحكومة أيضا أن تعيد النظر في سعر برميل النفط الذي يباع الآن بأكثر من 42 دولار وهذا ما يشدد عليه الكثير في الوقت الحالي خصوصا مع أزمة سعر الصرف الحالية كنت معنا الخبير الاقتصادي صفوان قصي من العاصمة شكرا لك برعاية الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر أجرى القيادي في المشروع العربي محمد وليد ألبن حملة مساعدات قام من خلالها بدفع أجور اشتراك مولدات الكهرباء الأهلية لعدد من الأسر المتعففة في نينوى ألبن أجرى المبادرة في مناطق الكلوات والعقيادات وباب الجديد مؤكدا أنها جاءت نظرا لارتفاع سعر الأمبير للمولدات الأهلية تزامنا مع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد الأمر الذي دفع المشروع العربية في نينوى إلى السعي لتخفيف الأعباء عن بعض المتضررين ترجمة نانسي قنقر وفي سياق ذي صلة اختتم وزير الدفاع جمعة عنار سعدون زيارته إلى تركيا بعد أن أجرى مع نظره التركي خلوص آكار مباحثات حول مكافحة الإرهاب والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وأكدت تركيا خلال زيارة تصميم الجيش التركي على حماية أمن المنطقة فيما شدد آكار على أن تركيا تحترم وحدة العراق وتسعى لمواصلة التنسيق بين الحكومتين التركية والعراقية بخصوص مكافحة الإرهاب مشددا على أهمية الاستمرار في ذلك إذن قفزت العلاقات العراقية التركية إلى مرتبة جديدة بعد فترة من الخموذ لتؤسس مرحلة قائمة على تعاون كبير في المجالات الأمنية والاقتصادية وتجاوز العقبات التي تقف في طريقهما في الشكل والمضمون تكتسب زيارة وزير الدفاع العراق جمع النادي لأنقرة التي جاءت بناء على دعوة رسمية من وزير الدفاع التركي خلوصيا كار تكتسب أهمية خاصة الترمي لتطوير التعاون العسكري والأمني ومكافحة التنظيمات الخارجة عن القانون خصوصا تنظيم البككة ومنع التسلل عبر الحدود زيارة ضرورية جدا للتنسيق العسكري والأمني على الحدود التي أصبحت مصدر قلق وإزعاج كبير للطرفين للعراق وتركيا لوجود كثير من العصابات أو المنظمات المنفلتة في هذه المنطقة ممكن الاستفادة في هذه الزيارة من التقنية العسكرية التركية وخصوصا في نجال الطائرات المسيرة وطائرة بيرقدار على وجه الخصوص وخلال أسبوعين توالت الزيارات الرسمية صعوبة العاصمة أنقرة بدأ بوفد أمني ثم وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأخيرا وزير الدفاع زيارات يرى مراقبون أن أنقرة تتثق بحكومة الكاظمي على التعامل مع الأزمات المشتركة لا سيما الأمنية منها فيما يخص الملف الأمني موقع العراق واضح في إدانة أي عمل يهدد تركيا أو الانطلاق من أراضي العراقية لتهديد الأمن القومي التركي وعدم السماح لأي جماعات أو تنظيم خارج على القانون باستخدام الأراضي العراقية لتهديد جيرانه ونحن نتعاون مع الجانب التركي لمواجهة هذه الجماعات داعش والجماعات الإرهابية لتهدد استقرار المنطقة وقد قمنا مؤخرا بخطوات مهمة في منطقة السنجار وعلى الحدود العراقية السورية لمنع التنظيمات من دخول العراق ومنذ سنوات يسعى البلدان إلى تعزيز علاقاتهم الثنائية في مختلف المجالات ومنها الأمنية والاقتصادية لكن أبرز القضايا التي عقدت القيوط المنسوجة لتلك العلاقات هي قضية وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية واستخدامها منطلقا لعملياته الإرهابية ضد الأراضي التركية من أربيل بشيرة الحسن قناة الفلوجة عن هذا الموضوع ينضم إلينا مدير الدراسات العربية في مركز دراسات الشرق الأوسط الأستاذ واثق السعدون مرحبا بك أستاذ واثق عفوا ما طبيعة التعاون الجديد بين بغداد وأنقرة خصوصا وأنه خلال الأسبوعين الماضين شهدنا الكثير من الزيارات بين الجانبين تفضل حياكم الله تحية طيب الحضر فيه وإلى قناتكم الموقرة وإلى مشاهديكم الكرام من الواضح أن هناك تصاعد في منحنة الزيارات والاجتماعات بين المسؤولين في العراق وتركيا وبخاصة المسؤولين الأمنيين حيث اختتمت اليوم زيارة لسيد وزير الدفاع العراقي كان في زيارة إلى تركيا وقبلها بأيام في يوم 17 من هذا الشهر كان هناك زيارة إلى سيد رئيس وزراء العراقي القادة العامة في قوات المسلحة وكان برفقته سيد رئيس الكندجيش العراقي في تركيا الزيارة وحتى قبل زيارة سيد رئيس الوزراء إلى أنقرة كانت هناك زيارة للسيد رئيس الكندجيش وبرفقته وفد عالي المستوى من المسؤولين الأسكارين والأمنيين هذا ينبعنا بوجود دفق جديد في العلاقات العراقية التركية ووجود إرادات جديدة نحو زيادة مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين وبخاصة في المجال الأمني كما هو معروف أن في عراق ما بعد عام 2003 أن منصد وزير الدفاع معني بالأطول العامة للسياسات الدفاعية للبلد بما فيها الاتفاقات الأمنية مع الأقليمية أو الدولية واتفاقات التسليح والتجهيز ومنصد رئيس أركان الجيش في العراق هو معني في الإطار العملياتي لمهام القوات المسلحة العراقية فيما فيها تبادل المعلومات حول الحركات العسكرية مع الشركاء والحلفاء المحتملين هذه المعطيات تمكنا من القول بأن هذه الزيارات تتمحور حول اتجاهين رئيسيين الاتجاه الأول هو بلورة رؤية مشتركة وستراتيجية جديدة لمواجهة نشاطات طيب التعاون بين البلدين لعدم تسرب الجهات التي وصفت حسب البيانات بأنها جهات إرهابي هل سوف يعرض الأمن العراقي إلى مشاكل ربما هو في غناء عنها إذا صح التعبير سيد العزيز مشكلة حزب العموال الكردستاني ونشاطاته في شمال العراق لم تعد تهدد الأمن التركي فقط وإنما أصبحت تهدد الأمن العراقي مما فيه أمن قلين كردستان وهناك دلال كثيرة على هذا الطرح منها أنه في عام 2017 عندما شرعت حكومة العراق المركزية لعادة السيطرة على مدينة كركوب انتشرت الكثير من التجزيلات والفيديوات لمقاتل أمير بكك وهم يقاتلون الجيش العراقي كما أن الأوضاع في سنجار وقيام عناصر حزب العموال الكردستاني بمنع الحكومة المركزية وحكومة تنينة المحلية من القيام بدورها في مدينة سنجار خير دليل على هذا الطرح كذلك حتى أمن قليل كردستان هناك عدة اشتباكات حدثت في الأوضع الأخيرة بين عناصر البكك وقوات البشمورك نعم 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 اتضحت الفكر وبالعودة إذا كان هناك متساعمل ربما كانت هذه أبرز ما تم مناقشته وهو التعاون الوثيق ما بين الجهتين العراقية لمكافحة المتسربين من عناصر الحزب العموال الكردستاني اتضحت الصورة كنت معنا مدير الدراسات العربية في مركز دراسات الشرق الأوسط والأستاذ واثق السعد وشكرا لك اذا خرقت الهدنة في ناحية أبصادة بعد ساعات من سريانها عملية اغتيال أدت إلى عودة التوتر وسط مخاوف من تجدد النزاعة وتفاقمه في حين يطالب المواطنون المتضررون الحكومة بفرض سيطرتها بدلا من هدلة أو هدنة أهملت تنفيذ القانون وسيادة الدولة على بعده أمتار قليلة وقفت عناصر أمنية هنا اغتيال جعفر بعد ساعات من سريان هدنة عشائرية برعاية حكومية في ناحية أبي صيدة التي اشتد فيها النزاع بين سكانها تحت أنظار السلطات التي لم تحرق ساكنا لبسط الأمن وهيبة الدولة سلاح منفلت منتشر في أرجاء الناحية عجزت عن ردعه هدنة عشائرية بادرت فيها وزارة الداخلية وقررت استخدام الفصل العشائري لإنهاء النزاع المحتدم لأن ذلك لم يجد نفعان أهل الناحية المتضررون من النزاع يؤكدون أن الحل الوحيد هو فرض سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها يوم 24 موقعين وثيقة بين عشيرة شمر وربيعة بأنه أي واحد يصير خلل بهذه الهدنة ويتحمل كافة التبعات القانونية والعشائرية إذا ينكتل واحد يعني ما مضى على الهدنة 24 ساعة قامت أحد هذه العشائر من عشائر شمر مسلحين يستقلون درجات نارية غير ملثمين وتعود أسباب غياب الأمن في هذه المناطق لكثرة المجامع المسلحة والسلاح المنفلت الذي أصبح أداة لقتل كل شخص يعارض سياسة تلك المجامع وتغطى في بعض الأحيان بغطاء النزاعات العشائرية رأسنا يقومون قبل بيت وطرعون يصير ونحن لم ندخل بأي عشيرة لم ندخل بأي عشائر والمسلحين بهذا الشوارع تفتر دولة ماكو يعني كنا ملاثمة إن كتلوا بشر فلن كتل بشر بس لا حيث يسوي للشرطة طيط طيط ببعيد انهزموا للقاتل انهزم من محافظة ديالة أمر العبيدي قناة الفلوجة إذن إلى هنا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها منعا للتزوير وضمانا للنزاها مفوضية الانتخابات تعلن إيقاف البطاقة الألكترونية وتدعو الناخبين لتحديث البيومترية قانون الانتخابات ينقلب على مطالب الشعب دعوات لاعتماد البيومترية وتحذيرات من سيناريو التزوير وإعادة التدوير بعجز قياسي ونفقات انفجارية موزنة العام المقبل تصل إلى قبة البرلمان والاستقطاعات تبدأ من عتبة الخمسمائة أجل ديال طهران تفتش عن ديونها في بغداد وتبحث مع البنك المركزي آلية السداد والإعفاء الأمريكي يضيق الخناق على الكهرب رصاص النزاعة العشائرية يخرق سكون الهدنة في أبو السيدة والتدخلات الحزبية تفاقم التوترات الأمنية إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى الختام للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الخاصة بالقناة شكرا لطيب المتابعة واللقاء اشتركوا في القناة